بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي طلاب والطالبات في مقرر الأمن السبراني للصف الثالث ثانوي في هذا المقرر تعلمنا في الدروس السابقة على الوحدة الثالثة بعنوان مواضيع متقدمة في الأمن السبراني أتممنا في هذه الوحدة الدرس الأول بعنوان تشريعات وقوانين الأمن السبراني وأتممنا كذلك في الدرس السابق الدرس الثاني بعنوان التشفير في الأمن السبراني نراجع معا ما تعلمناه في الدرس السابق تعلمنا في الدرس السابق على خوارزميات التشفير التي كانت إحداها خوارزمية ديفي حلمان لتبادل المفاتيح وتعلمنا كذلك على الأمن السبراني والتشفير وسلسلة الكتل خوارزمية DV هلمان لتبادل المفاتيح هذه الخوارزمية هي بروتوكول تشفير للاتصال الآمن عبر شبكة غير آمنة حيث تسمح هذه الخوارزمية لطرفين بإنشاء مفتاح سري مشترك يمكن استخدامه لتشفير الرسائل المتبادلة بين المستخدمين في هذه الشبكة وكذلك فك التشفير لهذه الرسائل تعلمنا على تقنية سلسلة الكتل بلوكتشين وهي سجل لا مركزي مفتوح يستخدم لتسجيل المعاملات بشكل آمن تساعد تقنية سلسلة الكتل في تحقيق الأمن السبراني بعدة طرق كانت من ضمن هذه الطرق إدارة الهوية إدارة سلسلة التوريدات العقود الذكية الشبكات الموزعة وتخزين البيانات وبذلك نكون أتممنا الدرس الثاني التشفير في الأمن السبراني وسنتعلم اليوم بإذن الله على الدرس الثالث الأمن السبراني والتقنيات الناشئة في الجزء الأول من هذا الدرس سنتعلم على أنظمة الأمن السبراني في التقنيات الناشئة وتحديداً في أجهزة إنترنت الأشياء والمدن الذكية والمركبات ذاتية القيادة نبدأ أنظمة الأمن السبراني في التقنيات الناشئة ما هي التقنيات الناشئة؟ التقنيات الناشئة واستخدامها له نواحي عديدة هناك جانب إيجابي وجانب سلبي من الجوانب الإيجابية لاستخدام هذه التقنيات الناشئة أنها تساهم وتساعد في التحول والتطور الكبير والسريع لكثير من مناحي الحياة حول العالم ولكن لها جانب سلبي أو يعتبر إحدى التحديات والمخاطر لاستخدام هذه التقنيات وهي أنها تشكل تحديات ومخاطر كبيرة على أمن وخصوصية الأفراد والمؤسسات والدول لذلك من الواجب علينا كمستخدمين للتقنيات الناشئة استخدام أنظمة الأمن السبراني هذه الأنظمة ضرورية لحماية البيانات والأنظمة والشبكات التي تستعين بهذه الأنظمة من الهجمات الضارة والحد من إمكانيات الوصول غير المصرح به نتعرف على مجموعة من التقنيات الناشئة أجهزة إنترنت الأشياء المدن الذكية المركبات ذاتية القيادة شبكات الجيل الخامس الحوسبة السحابية والحوسبة الكمية أنظمة الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة الروبوتات والأنظمة المستقلة ذاتيا كذلك تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي والميتا فيرس أيضا لدينا التوائم الرقمية هذه مجموعة من التقنيات الناشئة سنتعرف عليها بمشيئة الله في الدرس الثالث نبدأ بأول تقنية وهي أجهزة إنترنت الأشياء IoT Devices هي عبارة عن شبكة من الأجهزة المترابطة والمستشعرات تجمع البيانات وتنقلها وتتبادلها مبعض تشمل هذه الأجهزة أنواع مختلفة تمتد من الأجهزة المنزلية الذكية مثل منظمات الحرارة وأنظمة الحماية إلى الآلات الصناعية وأجهزة المراقبة الصحية والأجهزة القابلة للارتداء كلما تزايد عدد الأجهزة الموجودة في إنترنت الأشياء تزايدت المساحة والهجمات المحتملة لمرتكبي الهجوم والهجمات السبرانية تمتلك الكثير من الأجهزة الموجودة في تطبيقات إنترنت الأشياء بيئات الحوسبة المتطورة موارد محدودة مما يحد ويقلل من قدرتها على تنفيذ إجراءات أمن قوية ويجعلها عرضة بشكل كبير للهجمات السبرانية لذلك يجب أن تتبنى المؤسسات التي تستخدم هذا النوع من الحوسبة المتطورة ممارسات أمن سبراني قوية مثل التشفير والإدارة الآمنة للأجهزة وتجزئة الشبكة لحماية بياناتها وأنظمتها من التهديدات المحتملة نتعرف معا على بعض المخاطر المحتملة والمرتبطة بأجهزة إنترنت الأشياء من ضمن هذه المخاطر ضعف المصداقية والتفويض ما هو المقصود بهذا الخطر؟ تفتقر الأجهزة الموجودة في إنترنت الأشياء إلى آليات مصادقة وتفويض قوية مما يجعلها أهدافا سهلة لمرتكبي الهجمات السبرانية لذلك يجب استخدام كلمات مرور قوية والمصادقة متعددة العوامل Multi-Factor Authentication لحماية أجهزة إنترنت الأشياء من أي وصول غير مصرح به أيضا من المخاطر المرتبطة بهذه الأجهزة ضعف التشفير العديد من الأجهزة المرتبطة بتطبيقات إنترنت الأشياء تفتقر إلى إمكانات التشفير القوية مما قد يتيح أن تكون عرضة للهجمات السبرانية لذلك يجب تنفيذ إجراءات تشفير قوية جدا أيضا من ضمن المخاطر التي تتعرض لها أجهزة إنترنت الأشياء ثغرات البرامج الثابتة ما هي البرامج الثابتة؟ هي مجموعة من البرامج أو شكل من أشكال البرامج المصغر والمتضمن في هذه الأجهزة غالبا ما تحتوي أجهزة إنترنت الأشياء على برامج ثابتة يمكن اختراقها واستغلالها بسهولة ويسمح ذلك للمهاجمين بالتحكم بهذا الجهاز أيضا بالإضافة إلى المخاطر السابقة لدينا البرمجيات غير المحدثة جميع الأجهزة التي تعمل في إنترنت الأشياء تعتمد على برمجيات وهذه البرمجيات غالبا تكون لم تصمم على اعتبار قواعد أمن عالية لذلك هناك بعض البرمجيات الغير محدثة والبرمجيات أو أنظمة التشغيل غير المحدثة تحتوي عادة على ثغرات معروفة أو سبق اكتشافها من قبل المهاجمين لذلك يضمن التحديث المنتظم للبرامج وأنظمة التشغيل تصحيح هذه الثغرات الأمنية المعروفة لدى المهاجمين أيضا من ضمن المخاطر مخاوف الخصوصية لأن أجهزة إنترنت الأشياء تجمع البيانات الشخصية الحساسة مثل الموقع البيانات الحيوية التي يمكن استخدامها لأغراض ضارة إذا وقعت في الأيدي الخطأ أو المهاجمين على هذه الأجهزة لذلك يجب أن تقلل المؤسسات من كمية البيانات الشخصية التي يتم جمعها وتخزينها بواسطة هذه الأجهزة وذلك لتقليل جميع المخاوف التي تتعلق بخصوصية البيانات بعد أن تعرفنا على التقنية الأولى أجهزة إنترنت الأشياء نتعرف الآن على التقنية الأخرى المدن الذكية تستخدم المدن الذكية التقنيات المترابطة وكذلك إنترنت الأشياء لماذا؟ لتعزيز جودة الحياة الحضرية وتحسين استهلاك الموارد وكذلك تحسين الخدمات العامة ويتم الاعتماد على هذه البيانات المجمعة من المستشعرات والأجهزة والأنظمة لتمكين اتخاذ القرارات الفورية وأتمتت هذه العمليات زيادة الاتصال بين هذه المرافق واعتماد هذه المدن الذكية وهذه الأجهزة والبرامج على التقنيات تجعل المدن الذكية عرضة للهجوم السبراني مما قد يتسبب بتعطيل الخدمات الموجودة في هذه المدن أو سرقة البيانات أو تعريض البنية التحتية للمدن الذكية للخطر يمكن للمهاجم تهديد نظام إدارة حركة المرور في المدينة الذكية وهذا الفعل من المهاجم قد يتسبب في حدوث اختناق أو وقوع حوادث سير أو يمكنه السيطرة على إمدادات مياه المدينة بما أن المدينة كاملة تعتمد على التقنيات والأجهزة فهناك مخاطر كثيرة للمدن الذكية قد يكون الهجوم على نظام إدارة حركة المرور أو يكون الهجوم على نظام إمدادات مياه المدينة وقد يؤدي ذلك إلى تلويث المياه أو تعطيل توزيعها لذا من الضروري في المدن الذكية تنفيذ تدابير قوية للأمن السبراني لضمان أمن هذه المدن تشمل هذه التدابير على تجزئة الشبكة استخدام بروتوكولات الاتصال الآمن والمراقبة المستمرة لحماية البنية التحتية للمدينة والبيانات التي تم تجميعها من هذه الأجهزة المرتبطة في المدينة هناك بعض المخاطر الأمنية المرتبطة بالمدن الذكية منها قابلية الأجهزة الموجودة في المدينة على الاختراق يمكن غالبا عند تصميم أجهزة إنترنت الأشياء لا يكون هناك اعتبارات للأمن لذلك يكون من السهل اختراقها ويمكن استخدام هذه الأجهزة التي تم اختراقها لشن هجمات وهجوم سبراني على أنظمة وأجهزة أخرى في هذه المدينة والوصول إلى بيانات حساسة أيضا من المخاطر التي قد تتعرض لها المدن الذكية خصوصية البيانات تجمع أنظمة المدن الذكية الكثير من البيانات عن الأفراد مثل بيانات الموقع المعلومات الشخصية وتعد هذه البيانات قيمة للجهات الإعلانية والأطراف الخارجية الأخرى ولكنها قد تثير القلق بشأن الخصوصية وأمن البيانات في حال حدوث أي اختراق أو هجوم من قبل المهاجمين قد تتعرض المدن الذكية أيضا لخطر الهجمات السبرانية التي يمكن أن تعطل الخدمات أو تلحق الضرر بالبنية التحتية من الأمثلة على ذلك يمكن للمهاجم إغلاق إشارات المرور مما قد يتسبب في حدوث فوضى مرورية أو اختناق في حركة السير أو حوادث لا سمح الله أيضا من المخاطر عدم وجود معايير قياسية المدن الذكية غالبا يتم تطويرها من قبل مجموعة من المؤسسات ومجموعة من الجهات المتعددة تستخدم كل جهة تقنياتها الخاصة وبروتوكولاتها المختلفة فهذا يساهم على عدم وجود معايير قياسية لدمج هذه الآلات أو هذه التقنيات مع بعضها البعض وقد يؤدي ذلك إلى ثغرات في الأمن السبراني للتخفيف من المخاطر السابقة التي تعرفنا عليها قبل قليل من المهم أن نقوم بتنفيذ أفضل الممارسات لدعم الأمن الخاص بالمدن الذكية من هذه الممارسات أو تدابير الأمن السبراني تحديث جميع الأجهزة والأنظمة وتصحيحها بانتظام لضمان أمنها وعملها بشكل صحيح أيضا تنفيذ مصادقة أوية والتحكم بالوصول لمنع الوصول غير المصرح به إلى الأجهزة والأنظمة كذلك من الممارسات الآمنة إجراء تقييمات أمن سبراني بشكل منتظم لتحديد ثغرات الأمن السبراني واكتشافها ومعالجتها في حال اكتشافها أيضا من الممارسات وضع خطط شاملة للاستجابة للحوادث والتخفيف منها بسرعة كذلك التأكد من تطبيق السياسات السليمة للحفاظ على خصوصية البيانات وأن البيانات يتم جمعها وتخزينها واستخدامها وفقا للضوابط التي تم تحديدها لذلك أيضا تطوير المعايير القياسية النموذجية لضمان توافق الأنظمة المختلفة وتعدد البروتوكولات للجهات التي قامت بتطوير هذه المدن الذكية بالإضافة إلى التقنيات التي تعلمنا عليها قبل قليل وهي تقنيات أجهزة إنترنت الأشياء وتقنية المدن الذكية سنتعلم الآن على تقنية المركبات ذاتية القيادة تعتمد هذه المركبات على تقنيات ومستشعرات متقدمة للعمل دون التحكم البشري في قيادتها نظرا لأن هذه المركبات أصبحت أكثر اتصالا وأتمتا فقد أصبحت عرضة للهجمات السبرانية التي قد تؤدي إلى سرقة المركبات انتهاك الخصوصية أو حدوث أضرار جسدية بالركاب والمشات كما التقنيات السابقة كذلك المركبات ذاتية القيادة تجمع الكثير من البيانات حول الركاب والمناطق المحيطة بالمركبة أثناء وقوفها وكذلك أثناء حركتها تعد هذه البيانات قيمة لجهات معينة مثل الجهات الإعلانية والأطراف الأخرى ولكنها أيضا تثير مخاوف بشأن الخصوصية وأمن البيانات مرتكبي الجرائم السبرانية قد يقومون باستغلال ثغرة أمنية في نظام اتصالات مركبة ذاتية القيادة للتحكم بها مما قد يسبب ذلك إلى تدمير أو تعريض ركابها للخطر ولذلك يتم استخدام التدابير الأمنية القوية مثل التشفير القوي للاتصالات تطبيق ممارسات تطوير البرمجيات الآمنة المراقبة المنتظمة للتهديدات المحتملة حماية هذه المركبات من التهديدات السبرانية أمرا بالغ الأهمية حتى يتم دمج أنظمة النقل بأمان ونجاح في جميع أنواع التقنيات أو في تقنية المركبات الذاتية القيادة وهو المدن الذكية وأنظمة النقل الأخرى للتخفيف من المخاطر المحتملة من المهم تنفيذ ممارسات أمن لتخفيف من المخاطر التي قد تتعرض لها المركبات ذاتية القيادة مثل تشفير كافة البيانات المتبادلة بين المركبة والأنظمة الخارجية كذلك تحديث برمجيات المركبة وأجهزتها بانتظام للتأكد من أنها آمنة وتعمل بشكل صحيح كذلك إجراء تقييمات أمن سبراني منتظمة لتحديد ثغرات الأمن السبراني ومعالجتها أيضا نقوم بعدة إجراءات منها إجراء اختبارات صارمة والتحقق من صحة جميع المكونات لتحديد ثغرات الأمن السبراني وإصلاحها تنفيذ مصادقة قوية والتحكم بالوصول لمنع أي وصول غير مصرح به إلى أنظمة هذه المركبة كذلك وضع خطط شاملة للاستجابة للحوادث والتخفيف منها بشكل سريع جدا التأكد من تطبيقات السياسة السليمة للحفاظ على خصوصية البيانات وأن البيانات يتم جمعها وتخزينها واستخدامها وفقا للضوابط المحددة في نهاية الدرس سؤالي لكم أعزائي الطلاب والطالبات ما علاقة التقنيات الناشئة بأنظمة الأمن السبراني واذكر مثالا على ذلك نقوم بحل تمرينات الدرس في السؤال الأول حدد الجملة الصحيحة والجملة الخاطئة فيما يلي نبدأ بالعبارة الأولى الأمن السبراني مهم لحماية البيانات والأنظمة والشبكات من الهجمات الضارة ومن الوصول غير المصرح به العبارة كما تعلمنا في درس اليوم هي عبارة صحيحة العبارة الثانية تعتمد المدن الذكية على البيانات المجمعة من المستشعرات والأجهزة لإتاحة اتخاذ القرارات الفورية كانت إحدى التقنيات المستخدمة أو اعتماد المدن الذكية على تجميع البيانات من المستشعرات والأجهزة حتى يتم اتخاذ قرارات فورية في هذه المدن إذن العبارة صائبة العبارة الثالثة قد تتأثر المركبات ذاتية القيادة سلبا بالهجمات السبرانية كما تعلمنا قبل قليل أن هناك مخاطر محتملة من الهجوم السبراني لذلك تعتبر العبارة صحيحة السؤال الثاني صف ثغرات الأمن السبراني الفريدة التي تواجهها أجهزة إنترنت الأشياء هناك مجموعة من ثغرات الأمن السبراني التي قد تواجهها أجهزة إنترنت الأشياء تعلمنا عليها في درسنا لليوم وهي ضعف المصادقة والتفويض للأجهزة كذلك ضعف التشفير في الاتصالات بين هذه الأجهزة كذلك الثغرات الموجودة في البرامج الثابتة والمتضمنة في أجهزة إنترنت الأشياء البرمجيات وأنظمة التشغيل غير المحدثة لهذه الأجهزة كذلك مخاوف الخصوصية لأن هذه الأجهزة تقوم بتجميع كميات وبيانات حساسة فهناك مخاوف خصوصية لهذه البيانات تعلمنا في درس اليوم على أنظمة الأمن السبراني في التقنيات الناشئة وتعرفنا على ثلاثة أنواع من التقنيات الناشئة أجهزة إنترنت الأشياء المدن الذكية كذلك المركبات ذاتية القيادة شكرا لكم على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته